4-0 لتذكير مباراة الدهب بينما الصور على الصادق السلمي الدولي الحاكم الدولي التونسي ابن منطقة حفوص بيالقيروان حاكم الرابط التونسي منذ 2013 وحاكم دولي منذ 2016 بالمناسبة رقميا الصادق السلمي حاكم أدايا بأي دقائق ستكون المباراة الدقائق الأولى هل نشاهد هدف مباكل هل يبحث عن الدربة الأولى والدربة الأولى في أجول أول والدربة الأولى في أجول أول الآن لم يوم إلى استيفية منذ اللحظات الأولى لعبة الجماعية بلمسة خيرة أحمد عبدالقادر يا فنان أحمد عبدالقادر يا فنان لعبة الجماعية بالشكل ممتاز والآن يضرب الأولى في أولى الدقائق يأتي الغول الأولى الألاوي هنا اللمسات هنا نقلات هنا بسات انطلاق من أحسين الشحات بير سيطاو لعبد القادر بير سيطاو لعبد القادر أحمدي عبد القادر يزور الشباك الجزائرية واحد صيفر شبري عادة بير سيطاو في الأسيس ولكن قبل ذلك أحسين الشحات والدور القياد في وسط الميدان بعد ذلك فريقه لترابلس اللي عنده مباراة صعبة أمامه فريق الأورلاندو بايراتس انطلاقه للوفاق وفيها تسديد ممكن فيها تسديد ممكن التسديد والتعادل التعادل في هذه اللحظات الاستيفية واحد واحد في هذه الأتنان واحد واحد الوفاق يعدل في الدقيقة الاخيرة الوفاق بتسديدة قوية لم تدرك أي حضل الشناوي أحمد القندوسي الأولى لم تصب والثانية كانت صائبة يشعل المدرجات أحمد القندوسي يشعل المدرجات والأستيري للصغار قبل الكبار من يعشقون أبناء الفوارة ومن هم متيمون بفريق البيضة والكحلة الصيفية يعودون الصيفية يعدلون الصيفية منتشون بأدف التعادل عن طريق أبناء أحمد القندوسي الاستلام التموي يتبت المدافع ويحطف الشباكة الألوية واحد واحد نعم والفرحة للجماير الصيفية الصغار قبل الكبار مع بيرسي طار وطار محمد الطار وحسين الشحات إذن قندوسي أسماء اللي تكون بديلة دائماً لنوفيتش بينما الطلاق في أجمس طايفية ثلاثة دداربعة وثلاثة دداربعة جول 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 للوفاق يا السلام على روعة الهدف يا رياض يا بن عياد بن عياد من انطلق وبن عياد من سدد هنا يستجل الهدف الثاني للكتيب الصيفية هنا في ملعب خمسة جويلية الصيفة أفضل في الشوطة الثاني الصيفة أكثر وجوه في الشوطة الثاني والسيناريو كان متوقع أحلى تسديد وأحلى كرة شوف اللي هذا شوف كيف سددها ووو الكرات اللي تضرف الأرض هكذا هكذا صعبة على الحراس الكرات اللي تضرف الأرض هكذا لما تضرف الأرض بمقربة من الحارس حتى لو جبت أفضل بن عياد هو بن عياد حتى مخرج المباراة لازال يعطينا في الإعادة ونعتقد بأن اللقطة تستحق لأيبي في التعطية أمام المؤجم الأهلاوي كرة مرقولة في منتصفية لبيدان بالكعب رجعت للخلف بينما الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضايا أنا أخطأ أنا أخطأ لعب أكرم الجحنيت بيرسيطاو بيرسيطاو والتعادل 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 التعادل التعادل يأتي للالي محمد شريف نعم يفاجئ الدفاعات الصيفية ولكن الخطأ ارتكب من أكرم الجحنيت لا ليسجل في الوقت المحتسب بدل الضايا عن طريق اللعب محمد شريف البديل يتابع كرة من بيرسيطاو كل العمل قابي بيرسيطاو العمل للعمل كله قابي بيرسيطاو هو ما في أول وهدف ثاني هذه الإعادة مرة أخرى خروج حارس المرمى يا سلام عليك يا بيرسيطاو يا سلام عليك يا بيرسيطاو مكسب كبير بنسبة للأهلي صنع هدفيني في الزهاب وصنع هدفيني كذلك في مباراة العودة نعم أداف تحسب لهذا اللعب بيرسيطاو ومحمد شريف بعد ذلك يمتعي على جهة اليوم على الباص بعد ذلك هو الصافر تأتي للصادق السلمي تعلن على نهاية المواجهة في روح رياضي عالية جدا